أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكسي أن روسيا تعمل على خطة لتطوير الشركات في ثلاث اتجاهات وهي السياسة والأمن والاقتصاد أضف بوتين أن بريكسي تستحوز على ربع صدرات السلع في العالم وأن دولها مهيمنة على عدد من الأسواق من بينها أسواق الطاقة بريكسي لديها ربع صدرات السلع في العالم وهذه الدول مهيمنة في أغلب الأسواق بما في ذلك أسواق الطاقة والمواد والسلع التي لا يمكن أن يتم التطور والنمو من دونها ودول بريكس تلعب دورا ملحوظا في الاقتصاد العالم وليس فقط اليوم وإنما هذا الدور سوف يزداد أيضا في المستقبل الدول المشاركة في مجموعاتنا فهي تعتبر رائدة وقاطرة في الاقتصاد العالمي وبريكس في المستقبل القريب سوف تكون الأساس في النمو العالمي للناتج الجمالي المحلي